دكتور رحمة السلام فيك مساء الخير عليك وشرفتنا في قناة الإخبارية الجهود التي تقوم بها الوقائية والاحترازية في أمانة منطقة الباحة لمنطقة الباحة بشكل عام نرحب بكم سيد عبدالله وشكرا لقناة الإخبارية المتواجدة دائما كما تلاحظ اليوم نحن في مبنى أمانة منطقة الباحة المبنى الرئيس لا يوجد مراجعين فعلنا الحقيقة خدمة التعاملات الإلكترونية عن بعد جميع الموظفين الآن في أمانة منطقة الباحة وفي بلديات المنطقة يقدمون الخدمة من إصدار الترخيص المهنية أو ترخيص البناء أو إنفاذ جميع التعاملات عن بعد وربما لحظت أيضا وأنت قادم إلى مبنى الأمانة خلو الشوارع وكذلك المنتزهات والحدائق هناك التزام الحقيقة من الأهالي والمقيمين في منطقة الباحة بخصوص الإحترازات أو الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الأمانة فقد أغلقنا الحقيقة مجمعات الأسواق المغلقة منذ بداية التعليمات التي صدرت بهذا الخصوص أيضا التجمعات في الأماكن العامة نحرص على عدم وجودها مع أهمية بقاء سلاسل إمداد للغذاء والدواء دكتورة تتحدثنا عن الإجراءات الوقائية تجاه المحالة التجارية ما الذي قمتم به؟ نعم الحقيقة المحلات التجارية جزء منها مفتوح كما ذكرت للحفاظ على إبقاء سلاسل إمداد للغذاء والدواء للمواطن والمقيم وجزء آخر مغلق بحكم التنظيمات الأخيرة كالأسواق المغلقة والمقاهي وما إلى ذلك فيما يتعلق بالمطاعم هناك الخدمة الآن على التوصيل بالطلبات وأيضا الإيصال إلى السيارة مع منع التكدس في المطاعم نعم عبد الله نقطة مهم تحدثنا قبل الهوان وإياك ما هي الأسواق المسموح لها بالاستمرارية وما كانت تجمعات؟ نعم كما ذكرت الأسواق المغلقة تغلق الأسواق المتعلقة بالغذاء مثل الأسواق الماشية وأسواق الخضار والفواكه مفتوحة هذه الأسواق ولكن أيضا نحرص على عدم وجود تجمعات بها في البداية أوقف الحراج على المنتجات ثم أعيد الحراج بضوابط أن يكون في تجمعات صغيرة وأن لا يكون هناك تكدس في هذه المواقع دكتور عسك مالقومة الله يوفقكم إن شاء الله شكرا لك شكرا لكم قناة الإخبارية